كيف انا اقدر اتداول او استثمر في العملات وهذه الطريقة اللي تغريبا معظم الناس تستخدمها لانها سهلة جدا اذا انا اول شي قلنا اني انا اسوي حسابات في هذه البلوكجين فسهل كلش ان اروح افتح عند منصات عندي يوزر و باسورد احط كل شي اللي تطلب المنصة وابتدي هذا حين يصير في خلال خمس دقائق انا اقدر احيناديش منصة عالمية هذه المنصة فيها العملات ممكنها تداول فيها طبعا انت شنو تقدر تسوي في هذه المنصات تقدر انك تبيع وتشتري تقدر انك تسوي تعدين سحابي تقدر انك تسوي ودائع حق هذه العملات تقدر انك تسوي مضاربة آلية يعني بالبوتس يعني بالكمبيوتر هو اللي يسوي لك كل شي تقدر انك تبيع بعد عن طريق بي تو بي بير تو بير يعني من شخص الى شخص اخر ويد فيها اشياء وتقدر تطلب بس اسهل شي هو مضارب و مستثمر ازاي نحن شنو الفرق ما بينهم المضارب قلنا انه يبيع ويشتري في خلال يوم يومين او في نفس الوقت هذي سمونا ياد تريدر او سوينج تريدنج المستثمر هو حق فترة طويلة هو السؤال حين انت قبل الله لا ديش شنو تسوي عادة في rules او principles ناخد عليها قبل الله لا احنا نسوي اي شي اول شي انا باخد عن شنو انا العمر مالي وشنو انا نسوي طبعا احنا كما هو معروف انا كل ما كنت صغير في العمر كل ما كان الرسك بيكون عادي ان ازيد الرسكة زياد لانا في مجال اذا خسرت عندي وقت ان اعاوض شنو المسؤوليات اللي عندي شنو انا بسوي ليش انا داش والسؤال اللي اهم من هاي كله متى انا باطلع لانا في ناس وايد حاطين في بالهم ان انا متى اشتري اكثر من متى طبيع انما بالعكس اذا انا اول شي قبل انا سوي اي شي احط هذه الاهداف اللي عندي بعدين انا اتجه حق المشاريع او العملات شنو اختار هل انا بادش في عملات الثقيلة كلش عشان التخزين نفس البيتكوين او اثيريام وما بابيع او انا بادش في عملات الكوميونيتيز او المزح يسمونها حاليا نفس الشيبا ودوج وغيره عشان انا اضارب وحصل الفلوس واضلع الخلاصة انت لا تدخل على المشاعر او الفوم وفيروف ميسينج اوت ان انا بس بادش مع الناس لا بالعكس انت ادرس الموضوع لان لا زال سوق الكريبتو صغير جدا القيمة السوقية احين الاعلى في التاريخ فقط 2 تريليون هاي القيمة السوقية 2 تريليون هذي شركة واحدة في امريكا اللي هي مثلا امازون او انفيديا القيمة السوقية حق هذي شركة 2 تريليون فتصور شكثر العملات الرغمية صغير كلش المجال ولا زال في وقت انك تدخل فيه